اشتركوا في القناة تجعلنا نبلل أنفسنا بمجرد التفكير فيها هؤلاء عشرة ألعاب والتي قد تكون قاسية جدا ومخيفة للزوار تاكابيشا إن منتزه فوجيكيو في ياماناشي باليابان يحتوي على العديد من الألعاب المثيرة ولكن لعبة تاكابيشا حصلت على ركم جينيس القياسي في أكثر الإفعوانيات حدارا حيث تم بناءها في صيف 2011 وطولها يبلغ 300.3 قدم وتبدأ اللعبة بسكوت مفاجئ في الظلام قبل أن تدور وتبلغ سرعتها 62 ميلا بالساعة وعلى الرغم من ذلك فإن الجزء القاسي فيها هو السكوت الشبه عمودي والذي يبلغ 121 درجة وتأخذ حوالي دقيقتين لتتم دورة واحدة المنجنيك البشرية تم تقديم هذه اللعبة في منتزه مودلومور في إنجلترا عام 2002 وتكلفت ركوبه 40 جنيها استرليني للفرد كان المنجنيك ضخما ومظهره يبدو مثل العصور الوسطى المنجنيك يقوم بإلقاء الركاب في الهواء بسرعة 60 كم في الساعة حيث يتم وضع دعامة على رقبة الراكب قبل أن يتم تثبيته بحزام في المنجنيك وإطلاقه وعلى الرغم من ذلك دينو يانكوف وهو طالب في التاسعة عشر من عمره سقط دون شبكة الأمان وتوفي في المشفى وتم إيقاف اللعبة بعد موته إي بيو بي ليست كل حدائق الملاهي في العالم يتم بناءها بواسطة مهندسين محترفين حيث يقوم بمراجعة الخطط لساعات للتأكد من أمن الركاب ففي إيطاليا رجل واحد معروف باسم برونر كرر بأنه لم يكتفي بكونه بائع نقانك بسيط وكرر تصميم منتزهه الخاص به إي بيو بمصنوع بالكامل في المنزل الألعاب مثبتة بواسطة حديد الخردة وتعتمد على الجاذبية وقوة الدفع لتعمل وقد كلف المنتزه برونر أربعون عاما لتصميمه وبنائه إيجانايكا منتزه فوجيكيو في ياماناشي باليابان حيث أن إيجانايكا تعتبر إفعوانيا رباعية الأبعاد لأنها تستخدم أربع مسارات منفصلة اثنان للتحكم في الدوران واثنان للتحرك للأمام أثناء ركوبها تدور المقاعد 360 درجة بينما طهبت بسرعة 78 كم بالساعة وتقوم بعمل 14 انقلاب أثناء ركوبها حصلت على رقم جنيس القياسي ويبلغ ارتفاع قمتها 249 قدم وبالرغم من أنها ثاني إفعوانية رباعية الأبعاد في العالم إلا أنها أطول وأبعد وأسرع من الأولى فورميلا روزا في عالم الفراري في أبو زبي هناك لعبة تجعل كل مدمن للأدرينالين يعلم ما هو شعور سائق سيارة السباق تتميز فورميلا روزا بأن مركباتها تشبه الفراري وتستخدم نفس التكنولوجيا المستخدمة في الطائرات وهذا يجعل الفورميلا روزا أسرع إفعوانية في العالم ركاب هذه الإفعوانية ينطلقون بسرعة 149 كم في 4.9 ثانية ويجب التزام الركاب بارتداء نظارات واقية بسبب القوة الهائلة التي تنتجها هذه الإفعوانية برج الرعب إن لعبة الإثارة هذه في مدينة جولدريف في جنوب إفريقيا بالتأكيد لا تشبه تلك التي في عالم ديزني حيث يقوم مصعد برفع الركاب في عربة تعدين إلى كمة برج مرتفع قبل أن يدفعهم لأسفل بدرجة حضار 90 درجة هذه اللعبة لديها أكبر مجموع قوة في العالم ويبلغ 6.3 جيفورس وهذه ضعف قوة انطلاق مركبة فضائية حيث يهبط الركاب بسرعة إلى عمق 50 قدم تحت الأرض وإلى فتحة منجم قديمة قبل العودة إلى سطح الأرض بكرت جوترفلوغ في لايبزغ في ألمانيا هناك منتزه به لعبة تسمح للركاب بالتحكم في حركتها فبكرت جوترفلوغ في منتزه بيلانتس قد لا تكون سريعة أو مرتفعة ولكن يمكن إعطاء الراكب إثارة فضيعة حيث يسمح كل مقعد لراكبه بالتحكم في إمالته الفردية هناك بعض الألعاب مثل هذه في الولايات المتحدة ولكن لديهم إمكانية التحكم في الإمالة القصوى أما بكرت جوترفلوغ فليس لديها ذلك فإذا أميل المقعد بشدة يمكن أن يفقد الراكب السيطرة قبل بناء الإيجانيكا في اليابان فإن لعبة الكلوسيس في منتزه ثورب في إنجلترا حصلت على الرقم الكياسي العالمي في عدد الإنقلابات في إفعوانية واحدة حيث تم بناءها في عام 2002 وتقوم بتدوير الركاب أعلى وأسفل عشر مرات في اللفة الواحدة وفي ضقيقتين فهناك حلقات عمودية ولفات في المسار والتي تعتبر واحدة من أكثر الألعاب رعبا في المملكة المتحدة جرافتي ماكس فبالرغم من مظهرها فإن لعبة جرافتي ماكس في منتزه لبولاند في تايوان تكون إفعوانية مكتملة فإن المسار يظهر على أنه ينتهي فجأة ويزداد الأمر سوءا عند تلك النقطة فإن هذه اللعبة المثيرة والتي يبلغ طولها 1863 قدم تستمر بقسوة إلى دقيقتان ونصف ويطلق عليها اسم أكثر الإفعوانيات إخافة في العالم فهذه الإفعوانية تأخذ ركابها إلى انحدار ارتفاعه 13 طابقا قبل أن تظهر نهاية المسار مما يهدد بسقوط العربات وبعد ذلك تسقط بزاوية 90 درجة فيتصل المسار المنتهي بمسار آخر إلى أسفل نفق مظلم هل أي من هذه الألعاب تبدو قاسية بالنسبة لك؟ شاركنا أراءك في التعليقات ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ترجمة نانسي قنقر